من سقوط أفغانستان في يد طالبان إلى سقوط البشر من السماء وليس في المشهد مبالغة سينمائية إلى انفجار حول مطار كابول لساحة أحداث دموية كل هذا التسارع يوما بعد يوم لما يدور في الساحة الأفغانية التي تحولت إلى أرض سقطت فيها التوقعات وساعدت منها الأرواح مستنجدة بالفرار والهروب إلى فرصة حياة قد لا تتكرر تفجيران مؤخرا وثالث جديد أزهق الأرواح بين قوات أجنبية وأفغان لم يحالفهم الحظ بالنجاة فتح مطار كابول سمام الضربة العسكرية الأمريكية الأولى من نوعها والثانية بعد قصف مسيرة أمريكية مؤخرا لتضرب بقوة ردا على ضحايا الجنود الأمريكيين الضربة التي أعلن متحدث باسم البنتاجون أنها استهدفت انتحاريا في سيارة كان يخطط لاستهداف المطار إذن أمريكا حاضر بقوة عسكرية لم تفلح في فكرة الانسحاب أو قد لا تتحقق مئة بالمئة في الفترة الحالية حيث الأحداث غير المتوقعة على الطريق أما في الداخل الأمريكي فقد ارتفعت أصوات في مجلس الشيوخ الأمريكي بوصف قرار الانسحاب من أفغانستان من أسوأ قرارات السياسة الخارجية الأمريكية في التاريخ وهو ما يمهد الاحتمالات قد تدفع إدارة بايدن بالسعي إلى علاج ما لم يكن متوقعا ولو كان بحسابات الدم والغارات التي قد تنتج عنها ساحة جديدة من التوتر الذي لا يرغب به أي طرف